طيب إذا المسيح ابن الله متى دعية ابن الله السؤال في غاية الأهمية وجميل جدا لأنه هناك عدة أفكار ونحن نؤمن أن هذا الكتاب المقدس الثمين بعهديه القديم والجديد 66 سفر أي كتاب كتب لنا لتوضيح أمور كثيرة لكن لا يمكن أن نفهم كل شيء عن الله في عالمنا هذا قد ينقرب لنا لو فهمنا كل شيء عن الله ما عد أنه كان الله خلاص كنا صرنا الله أنا إنسان أستطيع أن أفهم الإنسان لأني إنسان ولكن لما أنا أفهم الله وأدركه بالتمام هذا أمر مستحيل فنحن في بعض التصريحات أسيس نيزار كما نعلم أعطانا إياها في الكتاب وشرح لنا إياها تكرارا وفي بعض الأمور ذكرها وعبر عنها فبيقول موسى المعلنات لنا ولبنينا لنعمل بها والسرائر الأسرار للرب إلهنا لكن هناك عدة أمور أو مراحل دعا فيها الله المسيح ابنه سنمر عليها لكن نبقي بفكرنا ذلك يتفق اللاهوتيون بأن كل ما ذكر المسيح ابن الله كان ذلك له علاقة بدوره الفدائي بغير علاقته مع الفداء دعي يهوى، دعي إلهيم، دعي الرب، دعي الخالق، دعي الكلمة ابن الله لها مجال وترابط بالفداء مثلا هناك من يقول هو صار ابن الله حين ولد والآية بتقول فأجاب الملاك لما بشر القديسة مريم القدوس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى الكلام واضح، المولود منك يدعى أيها، في البعض يظنوا أنه هو صار ابن الله في الولادة من الجسد وهذا ليس صحيح يدعى ابن الله بالولادة أتى ابن الله إلى هذا العالم هناك أي تاني توحي وكأنه في معمودية المسيح دعي ابن الله بيقول وصوته من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وهما بيقول هنا صار لكن هنا أتى الإعلان لأن هناك ناس يظنوا أن يسوع ولد إنسان عادي بالمعمودية حل لير القدس فصار المسيح فيه بدعة الغنوصية اليوم أولادهم شو ديها وغيرهم بيفكروا منها وأنا أكيد أحب كل هؤلاء الناس وافقونا لم يوافقونا آمنوا مثلنا وليس مثلنا ونحن نتساعد مع بعضنا لإفهام بعضنا البعض وليس للعدائية اليوم أستغرب أسيس نزار دايش في ناس باسم الله يبغضون ويقتلون ويشجرون النقاش دائما مفيد وجميل وشيق ولكن بالآخر لو في شخص يخالفني الإيمان هذا داعي لي لأحبه أكثر وأصلي لأجله أكثر نعم تعمل معه لأنه أديش الله طول باله علي وعليك وبيتراءف علينا في الزمان من زمان واليوم فأستغرب كيف الناس باسم الله يقترفون كل ما يبغض يبغضه الله ثالثا هناك من يظن أنه في القيامة صار ابن الله بقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا تعين بالحقيقة بالإنجليزي بأوضح شوي برومي 1 أربع بقول عين ابن الله لما قوه من الأموات أعلن توضح لأن كيف ابن الله أن يموت يبقى ميت هل يموت الله لا يموت الله لكن أظهر وتبرهن أنه ابن الله بأنه قام من الأموات فإذا تبرهن بولادته بتجسده وتبرهن في موته وتبرهن في قيامته وتبرهن أيضا في صعوده قال الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورثه اسما أفضل منهم وشو هيدا الاسم؟ بكمل دغن بعد بقول ولمن من الملائكة قال قد أنت ابني فهذا هذا هو الاسم فإذا نرى أهم محطات عمل الفداء والتجسد حين أتى هذا هو ابني حين تعمد ابن الخدس هذا هو ابني على فكرة مرتين إجت الشهادة بصوت مسموع من السماء بمعمودية المسيح وبالتجلي هذا هو ابني نعم مش كلكن أولادي بنفس الطريقة أنتم أولادي بالخلق أنتم أولادي بالمحبة أنتم أولادي بالتبني لكن هذا الذي هو من جوهر الله هذا ابني الوحيد اشتركوا في القناة